الحوار المجتمعي أداة النواب السحرية لحل عقدة الإجهار القديم أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تنسيكية شباب الأحزاب والسييسيين تلتقي للطرفين بمقررها وتسمع لكافة العراء وتأكد على ضرورة التقريب بين وجهة النظر بما لا يخالف القانون ولا يوقع ضررا على أحد عدد كبير من المشكلات الآتية ورساتها الدولة بنظامها الحالي على الحكومات السابقة بلزم باقترافته في هذا الملف أو ذاك ومن هذه المشكلات المشكلة الإجهار القديمة التي بدأ الحديث عنها منذ 2008 ولم يكن هناك تحرق الجادة تجاه هذا ملف إلا بعد 2014 جدل متواصل منذ 2008 وحالة من الشدات الجذب تغلف علاقة الملاك والمسجدين حول قانون الإجهار القديم رقم 49 سنة 1977 خاصة بتأجيل وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين طرفي الإجهار في الوقت الذي يطالب فيها الملك بجراء تعدلات جزرية على القانون رفع الكيمة الإجرية بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية تمسك المسجدين بحقهم في استمرار استهجار الوحدات وفق القانون القام والاحتفاظ بالكيمة المقررة وبين وجهتين النظر تصاعد في الأشهر الأخير الكثير من الأصوات التي تطالب بالوصول إلى صيغة أو فقية تحفظ ظلم الله حقوقهم المادية وتحمل المستهجرين في الوقت نفسهم من قطر الإخلاع والطرد كانت هناك محاولات تحسب لمجلس النواب في فصل التشريع الأول وواصلة في أزيل محاولات خلال فصل التشريع الثاني ولجأة الدولة والبرلمان بغرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعصى الحوار المجتمع السحرية للسماعي والطرفين المخاطبين بالقانون ومحاولات الوصول للتقريب بين وجهات النظر والوصول إلى حل يتطابق مع مشروع القانون الجديد ولا يتضرر أحد منه تنسكية جماب الأحزاب والسياسيين ما تضمه من نواب موسيلا في البرلمان بغرفتين كان لها المبادرة في فتح هذا الحوار المجتمع الذي عقد أمونه جلستان الأولى كلامات مع ملاك الوحدات وأعرب النواب وأعضاء تنسكية جماب الأحزاب والسياسيين في بداية جلسات الحوار المجتمعي أعرق بطم الحقيقية في الوصول إلى أفضل حلول توفقية حول أزمة الأجراءات القديمة وذلك اتصاقا مع رؤية الشاملة في وضع كافة الملفات العالق على أجنداتها الخاصة عن الوصول لحلول عملية في أكثر وقت ممكن وتحدث مسؤول جميع المضرين من قانون الإجراء القديم حول الامتلال التاريخي للأزمة وذلك اعتمادا على بعض المعلومات الوردة من بعض المؤسسات الدولة المتعلقة بالحصوات والتوصيق مطالبينها بتحليل العلاقة بين الملك والمستاجر وذلك في فترة انتقالية لغير القادرين من المستاجرين في مدة لا تتجاول ثلاثة سنوات وأضاف الحضور أنه من ضمن المقترحات المطروعة هو ضرورة تحليل العقد مع مستاجر الوعدات التجارية والإدارية وفيما يخص الوعدات السكنية فتم تقسيمها لنعين الشخص القادر وفيها يتم تحليل علاقة بشكل كامل أما غير القادر فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية وتطرق الحضور إلى بعض الأحكام الدينية والدستورية دعم لوجهة نظرهم فالطرح مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة ومطلبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة ومتدها لعدة عقود واستكملت تنصكيات شباب الأعزاب والسيسيين جلسات الحوار المجتمعي بالاجتماع بين المتضررين من مشروع قانون الإجار القديم وتحدثوا باستفادة عن أنهم استعجروا وعداتهم منذ قديم الأزل من بعض المصريين والأجانب الذين كانوا يرفضون قديما مبدأ التمليك نافيين أنهم يدفعون أجار كيمة خمسين جنيا كما يتخيل البعض مؤكدين أن الكيمة الإجارية وصلت الآن إلى ما يزيد على 3000 جنيا موضحين أن منطقة وسط البلد التي بها عدد كبير من العقرات محل الأزمة أصبح الآن يمتلك شركات عقرية وطارد ملايين مقابل تركهم في هذه الوعدات لكنهم مرفضوا ذلك لأنهم ولدوا وتربوا وعاشوا في هذه المنطقة ومنهم مرتبطة بهم وفي سياق مختلف تحدث أحد المستاجرين التجريين بمدينة المنصورة على أنه استاجر وحداته التجارية من وزارة الأوقاف وكان هناك مستاجر أصلي تم إخلاقه وحصل على مقابل نظير الترك الوحدة وتم تمديد العقد من قبل وزارة الأوقاف وزيارة الكيمة الإجرية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير وبسبب هذه الوحدة تم رفع الدعم عنه هو أشقاه فضلا عن دفعهم ضريبة عقارية عنها وأردف الشريف عبدالسلام رئيس التحاد المستاجر مصر أن هناك أحكام دستورية تعمل المستاجرين وهذه المشكلة بدأت بالتحديد قبل 2008 واضحنا أن المستاجرين القدمي عبارة عن مواطنين صلاحيين أبرموا وعقودا بالتراضي في ظروف الاجتماعية والتشريعية طبيعية وملك الوحدات حصوا على دعمه من الدولة مقابل تأجير الوحدات فضلا عن قرود من السر إلى ترميم العقارات القديمة ولم يرممه وأكد شريف عبدالسلام أن الأمر كله يتلخص فأن هناك حالة تمرد من فعا على فعا لها مركز قنون صحيح وعقود لها شبه بطلان وقال نواب التنصيقية أنهم يبحثونها بشكل جاد عن حل هذه الأزمة مطالبين المستاجرين بالتفكير في حل عادل هذه الأزمة وإيجاد حلول بديلة يمكن التفاوض من خلالها مع الملاك وأكد النواب التنصيقية أنهم يحاولون استعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين ويحدث التوازن المجتمعي وكذلك استعاب القانون المصري إلا بما لا يخلف العلاقة بين الملك والمستاجرين ومرعاة الظرف الاجتماعي مرضاً بحقوق الترفين ومبادات الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات